بسم الله الرحمن الرحيم سووا غلطة واحد منهم طبعا سووا غلطة والثاني غلطة أن سكت عن الغدرة اللي صارت بالملك مصر شنو صار أثنين يدخلوا مع يوسف عليه السلام السجن لأن الله عز وجل قاعد يهيئ له أمر يعني فيه الفرج وفيه التيسير فأثنين يدخلوا مع يوسف عليه السلام وطبعا يوسف عليه السلام دخل ظلما والاثنين اللي معاه واحد كان ظالم والثاني سكت عن الظلم شنو قصتها الاثنين هذين واحد منهم أغروا أن يسمم الحاكم الملك مو العزيز مصر اللي زوجته مرات العزيز اللي راود يوسف عسام لا هذا كان الوزير العام الملك نفس الحاكم جتهم إغراءات الاثنين انهم شنو انهم يغدرون فيه ويسممونا فيموت الأول عارض وخاف ربه الثاني رضى بالشي يتغراءات مالية ورضى فحط اسم الثاني كان شنو كان خباز الأولي اللي رضى كان يسقي شنو الحاكم الساقي كان فشي اللي صار اللي صار يوم انه وصل الأكل حق الحاكم واحد منهم صرخ قال لا تأكل الطعام مسموم الطعام مسموم قاع يرفع صوته وينبهه فمنه هذا منه هذا الساقي اللي يسقي الحاكم الثاني شنو سوى الثاني خاف انه ينفضح انه هو اللي شنو معروف هو طباخ الحاكم فنفس الشي قال لا تشرب ولا تأكل الشراب مسموم هذا يقول الطعام وهذا يقول الشراب عشان شنو عشان ما يعرفون انه تسمم بسبب الأكل ولا بسبب الشراب اللي هو شنو بيقضها على شنو على صاحبه اللي يسقي الحاكم فالحاكم انه يسوه دخلهم اثنين هم السجن أمر بيدخالهم السجن الى ان يتحقق يعرفون من اللي سوه الجريمة هذي فسوه ياب بيهيمة فقدموا لل البهايم واحدة منهم قدموا لها الطعام الذي قدمه للملك والبهيمة الثاني قدموا لها الشنو الشرب فماتت اللي اللي قدموا لها الطعام يعرفوا انه شنو منه اللي اللي غدر ويعني التآمر على الحاكم اللي هو شنو اللي كان يشتغل عنده شنو الطباخ والخباز حلو الثاني ليش دخل السجن يبيعرف يتحقق معاه انه ليش هذا سكت يمكن كان ناوي وبعدين يبي يبي يطلع منها فقال لما يتبين أمرهم على قراتهم التحقيق والتنفيذ يشوفهم شنو وضعه فدخل السجن لكن الله عز وجل قدر هذا الأمر تهيئة لأن يخرج يوسف عليه السلام من السجن بينهم يرون رؤية ويعبر لهم الرؤية وتطلع الرؤية تأويلها صح وبعدين الحاكم يحتاج أحد الله يقدر ان الحاكم يرى رؤية في المنام ويحتاج أحد يأول له ويفسر لها الرؤية هذه ويما على الكل العلماء والكل والعقلاء ما عرف هو الرؤية اللي رأاه الحاكم بعدين فبعدها سبحان الله واحد من اللي كان بالسجن بعد ما طلع براءه طلع من السجن تذكر ان يوسف عليه السلام وصاه قال اذكرني عنده ربك ربك اللي هو الحاكم اللي كان اللي هو يعني فتحت تربيته ورعايته قال اذكرني عنده ربك يوسف عليه السلام ليش كان يبي يطلع من السجن لأن يبي يطبق ما خلق الله من أجله يعني الله خلقه عشان كل الناس عارفين الله عز وجل خلق هم العبادته ويعرف انه راح يصير شنو راح يصير نبي وراح يصير حاكم بعد يعني مع النبوة بعد ما يطلع من السجن هذه الرؤية هذه الرؤية اللي رآها يوسف عليه السلام وفسرها لأبو يعقوب عليهما السلام حلو فطلب انه يطلع من السجن ويستفاد من هذا ان المؤمن لازم يخرج من أسباب العجز أي سبب من أسباب العجز سواء سجن معنوي أو سجن حسي سجن حسي معروف سجن اللي دائما يعني لا يلقى فيه إلا ظالم أما السجن المعنوي فهو شنو هذه اللي راح نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل نكمل ما وقفنا عليه قلنا عن السجن الحسي والسجن المعنوي قلنا يستفاد من الآية هذه إن يوسف عليه السلام أراد الخروج من السجن لأن العاقل سبحان الله اللي حرص على مصلحة الناس والمجتمع حريص على أن يخرج من السجنين الحسي والمعنوي المعنوي أوله حس السجن المعنوي إن الإنسان سبحان الله تسجنه أوهامه وشكوكه وسوء ظنه ما عنده لا تفائل ولا توكل تلقى لا موفق لاب دراسته ولا بظيفته ولا عنده همه ولا إرادة هذا دائما يكون ما يعرف الله عز وجل حق المعرفة علاقته مع الله كل شيء مو باقي الزوت أما إذا كان الإنسان متوكل على الله عز وجل وعارف بالله عز وجل هذا خرج من سجن العجز وسجن الهوى اللي يكبد الشيطان فيه شنو بني آدم كثير من الناس يعني قدر عليهم الشيطان من الناحية هذه أنزين يوسف عليه السلام لما كان في السجن مع الفتيان سبحان الله كان حتى وهو بالسجن حريص على أن يطبق مراد الله ويعمل بمراد الله عز وجل وهو الدعوة إلى الله عز وجل فسوى ما فسر لهم الرؤية على طول خاف أن واحد منهم لأن معناها واحد منهم سيقتل والثاني سيخرج من السجن فحاول شنو أن يستغلهم في الدعوة ويهديهم على الأقل واحد منهم يسلم وحتى لو بيموت يموت على الأقل وهو على التوحيد فدعاهم إلى الله عز وجل قال لهم قال يا صاحبي السجن أرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار الله الواحد القهار سبحانه يعبد ولا أرباب متفرقون هم دعم كان عندهم تدرون قبل أصنام وشرك ويعبدون يعني آلهة أخرى غير الله عز وجل ما تعبدون من دونه على هنا يشاني خاطب عقولهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه بيّن لهم أن الحكم حكم الله عز وجل الله عز وجل هو الذي يأمر هو الذي ينهى فالواحد ما يمشي على هو يمشي على رضا مولاه سبحانه جل في علاه إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهو كأنه بيّن لهم أعطاهم معلومة أكثر الناس لا يعلمون ما يعرفون يعني عشان لا يقولون أنه كأكثر الناس يسوون شديد كأكثر الناس مثلا هذا حتى حاليا الناس يقولون كأكثر الناس يسوون هالشغلة هذه أو ما يهتمون بكذا ما يهمك الناس الله قال وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله الله قال وما أكثر الناس ولو حرصت بهم مؤمنين وفي آية شنو الله قال وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أحيانا يكون قليلين على الحق تكون معاهم ولا تكون مع وايد بس على الباطل أمر أن لا تعبدوا إلا إياه تكملة الآية ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الآية اللي بعدها فسر لهم الرؤية دعاهم إلى الله عز وجل حقق المطلوب بعدها شنو فسر الرؤية قال لهم أما أحدكما فيسقي ربه خمره يا صاحبي السجني أما أحدكما فيسقي ربه خمره ربه اللي هو شنو اللي هو الحاكم راح يطلع من السجن ويريد يكمل شغلته طيح هذا ليس معناتا أنه مهم حرم بس قبل كانوا ما كانوا مسلمين بعدين عاد يقولون أسلم أهل التفسير قالوا أنه حاكم مصر أسلم بتأثره بيوسف عليه السلام يسقي ربه خمره وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه اشطار لهم بعدين شو المعناة يصبح فتأكل طير من رأسه هذا اللي بإذن الله عز وجل هنعرفه في الحلقة القادمة أزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله يرب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر